عندي اخبار عن الزمالك مهمة جدا جدا تاني انا ابتديت الحلقة وكان فيه خبر يتردد قلت مش هقوله فيه بيان قلت واح يبقى فيه بيان يكاد يكون يكاد يكون بس مش هقول غير لم يبقى مية في المية وحدس الحمد لله طلع في محله دي جزئية المرة دي فيه بيان المرة دي فيه بيان 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 بجد ما فيهوش ولا تسريبات ولا اي حاجة لها علاقة في بيان بجد قرج من نادي بيرامدز بمجب هذا البيان تقول ملكية نادي بيرامدز مرة اخرى الى المستشار تركي اهل الشيخ ما تستغربش انا بقولك بيان رسمي هتلعلك دلوقتي على الشاشة خرج على الموقع الرسمي لبيرامدز انا بقولك كلام حقيقي انا بقولك كلام بنسبة مية في المية دلوقتي يعلن نادي بيرامدز انه نظرا للمطالبات الكبيرة من سعادة الاستاذ سالم الشمسي واللاعبين والجهاز الفني للفريق وبقية منسوب النادي والعديد من الرياضيين والاعلامين والشخصيات الاعتبارية الرياضية التي توجهت لمعالي المستشار تركي اهل الشيخ عقب اعلان نقل الملكية بالعدول عن قراره والحاحها المستمر طوال الساعات الماضية ولما لهذه الشخصيات من مكانه وتقدير واعتزاز لدى معالي المستشار وما ابدته من اصرار واهتمام وحرص لثانيه عن قراره الذي كان قد اتخذه عن قناعة والتزام الا انه تقديرا لكل هذه المطالبات ونزولا عند رغبة المحبين فقد قرر معالي المستشار تركي اهل الشيخ اعادة الاستحواز على حصته في نادي بيرامدز والاستمرار في دعمه كاحد الاندية التي ستضيف للرياضة المصرية مهما كانت المصاعب والتحديات وسيتحمل شخصيا كل ذلك احتراما وتقديرا لذيه الشخصيات الاعتبارية الرياضية ولسعادة الاستاذ سالم الشمسي ولكل لعابي ومنسوبي نادي وجمهوره العزيز متمنين للجميع التوفيق ازا نحن امام بيان رسمي وقرار بعودة ملكية نادي بيرامدز مرة اخرى الى المستشار تركي اهل الشيخ بعد الازمة اللي كانت حصلت واللي كان بيها حصل نقل للملكية والاستحواز للاستاذ سالم الشمسي لعابة بيرامدز بحسب البيان وبحسب كمان اللي خرج واللي احنا شفناه ومجموعة من الاداريين والفنيين داخل النادي هم كمان كانوا نزلوا فيديو الفيديو فيه كانوا طلبوا المستشار تركي اهل الشيخ انه يتراجع عن قراره والبيان قدام حضراتكم بالشكل ده تدينا الحلقة بنقل للملكية وهكينا اللي حصل خلال اليومين اللي فاتوا وقدينا بنقول لحضراتكم هذا البيان الرسمي